هنا هو أرقى كاشف للتصوير في العالم، جاريت جي تي أي 2500 مع رؤية الكنز، ومن السهل جداً تشغيله. اضغط على لوحة لمس واحدة، وستكون جاهزاً للبحث بمجرد لمحة على شاشة العرض عن حالة التشغيل الدقيقة الخاصة بك. هنا نحن في تمييز وضع البحث عن العمولات المعدنية مع صوت نغمة الجرس. يمكنك سماع العتبة التي تم تعيينها بالفعل في المصنع في الجزء العلوي من الشاشة هي مقاييس جي تي أي المألوفة التي تشير إلى نمط التمييز الدقيق للكاشفات التي تم ضبطها الآن للبحث عن العمولات المعدنية، ولكن يمكنك تغييرها بسهولة أدناه هي شبكة التصوير التي ستشير إلى حجم أهدافك. وسنتحدث كثيراً عن هذا لاحقاً، لكنني الآن أعلم أنك تريد الخروج البحث عن لوحة اللمس الواحدة وكل ما تحتاجه للقيام بذلك. دعنا نذهب للعثور على بعض العملات. يوصي كاريت بأن نقوم بتأرجح ملف البحث ذهاباً وإياباً في خط مستقيم أو قوس طفيف بينما نمشي إلى الأمام. لاحظ أن القرص أو الصحن مثبت على ارتفاع بوسط أو إثنتين فوق الأرض نظراً لأننا نعمل في وضع تمييز يتعين علينا الحفاظ على يتحرك الكاشف قليلاً لحدوث أي هدف معدني مقبول نجده سيؤدي إلى زيادة في الصوت. يتم دائماً الإشارة إلى جميع الأهداف الجيدة والسيئة على شاشة العرض الخاصة بك. ثانيتين أو حتى يتم العثور على شيء جديد. يمكنك أن ترى من خلال دليل معرف الهدف فوق المقياس العلوي الذي ربما نكون قد حددناه ربعاً خاصة إذا كان تصوير الكنز يحدد أنه هدف بحجم بيك. فاضغط على تصوير الكنز ودعنا نرى نعم نرى الشكل البيضاوي الممتد بالنسبة إلى السطور بي. ستتعلم أن جميع العملات المعدنية الأمريكية ومعظم الحلقات سيشار إليها بالحجم بهذا. حسناً، دعنا نحفلها تماماً كما أخبرنا المؤشر ربعاً في دليل المعرف وهو في الضيء أيضاً. انظر مرة أخرى إلى الهدف في دليل المعرف وسترى كيف يساعد في ربط موقع المؤشر بشبكة التصوير للمساعدة في تحديد هدفك لأن تمييز جي تي الخاص بك في وضع العملات المعدنية الخاص به قد تم ضبطه مسبقاً في المصنع للبحث عن العملات المعدنية والأهداف المماثلة. لن تستجيب الأداة لمعظم العناصر غير المرغوب فيها عندما تحصل على هدف مقبول. فسوف تسمع إشارات قوية واضحة مثل تلك الصادرة عن ربعنا الآن والتي تبهو وكأنها عملة أخرى يشير المقياس العلوي إلى أنه قد يكون ربعاً آخر. فلنستخدم وضع تصوير الكنز من أجل تحقق من الحجم والعمق ضعق نرسى أو صحن البحث الخاص بك على الأرض مباشرةً فوق الهدف. اضغط مع الاستمرار على لوحة اللمس الخاصة بتصوير الكنز وقم بالمسح ذهاباً وإياباً ستلاحظ صوتاً أكثر وضوحاً عندما يكون الهدف أسفل صحن البحث مباشرةً. لاحظ أيضاً أنه يمكنك الاحتفاظ صحن البحث الخاص بك ثابتاً تماماً عند استخدام وضع تصوير الكنز. ستكتشف أن توسيط هدفك مهم بشكل خاص في تحديد حجمه. نضغط مع الاستمرار على لوحة اللمس الخاصة بتصوير الكنز مع الاستمرار في تحريك القرص. حول مشاهدة الجزء العلوي تضيء مقاطع المقياس من اليسار إلى اليمين للإشارة إلى قوة الإشارة. وستحدث القراءة القصوى التي تم تحقيقها باتجاه اليمين عندما يكون الهدف أسفل مركز صحن البحث الخاص بك. يشير المؤشر الوامد في المقياس العلوي إلى موصلية ما وجدناه من خلال النظر إلى شبكة تصوير الكنز يمكننا تأكيد الحجم المستهدفي. انظر إلى الشكل. مما يعني أنه من المحتمل أنه عملة معدنية وحلقة صغيرة وتم تأكيد عمق الهدف أيضاً. دعنا نحفر أربع بوصات ونكتشف فقط ما هو مؤكد بما فيه الكفاية. ربع لا تحتاج حقاً إلى أكثر من هذه المعرفة للعثور على كنز لبقية حياتك باستخدام جي تي إي. ومع ذلك فهي أداة رائعة لدرجة أنني أعلم أنك سترغب في الاستفادة من جميع إمكانياتها. لذا دعنا نتعلم كل شيء عنها. اشتركوا في القناة